من يومين الحكومة طلعي القرار بغلاء سعر أنبيب الغاز أنبوبة البوتجاز حضرتك شايف إزاي تأثير القرار ده على الأسواق وتأثيره أيضا على أسعار السلع الأخرى طبعا أنبوبة البوتجاز زادت من 100 جنيه إلى 150 يعني بنتكلم في 50% زيادة في سعر أنبوبة البوتجاز للإسلاك المنزلي وزادت الأنبوبة التجارية وده الأهم فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع من 150 إلى 200 جنيه الأنبوبة التجارية ديت اللي هي المستخدمة في المطاعم المستخدمة في الأفران المستخدمة لدى الكثير من الأماكن اللي بتستخدم الوقود بشكل عام المحلات والمطاعم سندوتشات الفول والطعمية مثلا بالضبط كل ديت بتستخدم الأنبوبة التجارية طبعا فيه الكثير من المخابز بيوصل لها غاز طبيعي وده ما تأثرتش فيما تعلق بارتفاع أسعار الأنبوبة البوتجاز أو الأنبوبة سواء كانت تجارية أو للغاز الطبيعي لم يتم رفع أسعاره اللي ترفعت أسعاره هي الأنبوبة المنزلية والأنبوبة التجارية سواء كانت أنبوبة 25 كيلو أو الأنبوبة الطويلة اللي بتستخدم في المحلات طبيعي أن ده أدى إلى محاولات طبعا للبعض الاستغلال هذا الموضوع لأن احنا لازم نعرف أن الطاقة البوتجاز أو النتجة عن البوتجاز هي جزء من التكلفة لو كلمنا على رغيف خبز بنتكلم على دقيق بنتكلم على خميرة بنتكلم على عمالة بنتكلم على مكونات كثيرة من ومن ضمنها البوتجاز اللي بيعمل عملية التسخين وبالتالي الحديث حوالين رفع الأسعار أه حصل ارتفاع في الأسعار في المطاعم حصل ارتفاع في الأسعار عند البعاء الجائلين لأن البعاء اللي موجودين في الأماكن اللي عامل شادر اللي عامل بنسميها نصبة فول وطعمية بيستخدم أنبوبة بوتجاز تجارية اللي هي العالية وأحيانا بيستخدم كمان الصغيرة لو ما لقاش كبيرة فكل ده أدى إلى حدوث نوع من أنواع الضغط باقي السلع الحقيقة هي جاد في توقيت يعني صعب شوية أنه إحنا في مرحلة دخول مدارس وفي الأسر يعني منهكة بمتطلبات المدارس والاستعداد لدخول المدارس إحنا وجدنا في هذه الفترة ارتفاع في أسعار البيض ارتفاع في أسعار الكثير من المنتجات اللي بيحتاج لها الأسر كلها في وقت دخول المدارس ومن هنا ابتدئنا في دراسة ظاهرة مثلا ارتفاع أسعار البيض ارتفاع أسعار البيض احنا عندنا 100% اكتفاء ذاتي وعندنا على سبيل المثال يعني لو خدناه كمثالك أو كنموذج للمشاهدين لمعرفة المشاكل اللي موجودة في السوق عندنا 100% بننتج حالي 14 مليار بيضة عندنا استثمارات في هذا القطاع منذ سنوات طويلة تصل إلى 100 مليار جنيه عندنا قوة عاملة في هذا القطاع حوالي 3 مليون عامل يعني بنتكلم على حجم صناعة حقيقية موجود وهذا الصناعة محلية شوفي بقى عندنا اكتفاء ذاتي و100% ورغم هذا ارتفعت أسعار البيض دلوقتي سعرها وصل ل7 جنيه وكان بولا 190 أو 200 جنيه ده وصلت من 200 جنيه 175 جنيه في بعض الأماكن لحد 200 و210 كمان فارتفاع غير مبرر وغير طبيعي لما جينا حملنا حمل في مواطنون ضد الغلاء عملنا حملة مقاطعة تخليها تمشش أو خليها من يوم الجمعة اللي فاتت للجمعة الجاية يعني دعينا الناس للبيض ده لسه هاجل حضرتك بس في الجزء ده فجئنا جهاز وطبعا كان جهاز منع المنافسة الاحتكارية أحال 21 من منتجي البيض منتجي الدواجن ومنهم أعضاء في الغرفة التجارية وغرفة صناعة الدواجن فنفاجأ بأن 21 يحالوا بتهمة الكارتل والاتفاق الأفقي كل يوم بيتصلوا ببعض حسب بيان جهاز منع المنافسة الاحتكارية بيقول أنه كل يوم يقوموا بالاتصال مع بعض لتحديد السعر يبقى إحنا عندنا سوق مشوه سوق غير منظم سوق مفهوش شفافية سوق المنتجين فيه بيتفقوا مع بعض على تحديد الأسعار كيفما يشاءوا في حين أن السعر العادل بعد لما اجتمعت وزارة الزراعة مع وزارة التموين مع المنتجين وبدأت تحاول أنها توصل معهم إلى سعر مقبول ليطرحوا في المجمعات الاستهلاكية يتطرح بمية وخمسين جنيه بص الفرق بين المية وخمسين والمتين يعني عشان نعرف بس حجم الفرق فيه لنا بساميل استغلال هذا استغلال من منتجين ومن تجار وموزعين يعني إحنا في حالة دراست حالة فدراست الحالة بتوضح أدي منتجين بيتفقوا مع بعض على السعر وبيحددوه وحيلوا للنيابة العامة